تاني ترند معنا النهاردة كان فوز النادي الأهلي في أول مبارياته في بطولة كاس العالم للأندية والمقامة في الإمارات ويمكن أهم حاجة في الترنده هو شباب الأهلي اللي قدروا أنهما يكسبوا فريق كبير وهو بطل المكسيك واللي بالمناسبة ما فيش أي فريق عربي يقدر يكسب الفريق ده في بطولة العالم للأندية قبل كده حتى النادي الأهلي نفسه كان اتهزم منه في بطولة سلقة بنتيجة كبيرة الجميل بقى في الموضوع أنه كل الناس اتفعلوا بشكل كبير جدا مع الأداء الأكتر من رائع واللي قدموا لعيبة النادي الأهلي واللي كان معظمهم من الشباب والبودلاء وازاي قدروا أنهما يكسبوا المباراة ويوصلوا للدور قبل النهائي عشان يلعبوا فريق بالمراس البرازيلي النهاردة إن شاء الله الساعة ستة ونص يمكن من أهم الأطاة التي تصدرت الترند في فوز الأهلي هو ظهور لعب الأهلي مؤمن زكريا ووجوده في المدرجات علشان يدعم الأهلي في مباراته وطبعا مؤمن كل الناس رحبت به ويتمنت له كل الشفاء وأنه يرجع تاني ينور الملاعب أما عن تاني لقطة اتصدرت الترند فكانت هاشتاج الأهلي بمن حضر وطبعا الجملة دي كانت واضحة جدا في الماتش لأنه فعلا أي لعب يلبس تي شيرت النادي الأهلي بيكون قد المسئولية وبيقدر أنه يحقق نتيجة إيجابية طبعا كل يوم متمنى التوفيق للنادي الأهلي ومتمنى كمان أنه يوصل للنهائي بإذن الله وخصوصا أن النادي الأهلي لاعب الفريق البرازيلي في البطولة اللي فاتت وقدر أنه يفوز عليه ويحقق المركز الثالث موسيقى